بسم الله وما زلنا في سلسلة بتاعتنا سؤال وجواب حول السكر ان شاء الله في الفيديو ده نبين اهم الاسباب اللي تخلي الطبيب يكتب لي مريض سكر من النوع التاني انسولين نعرفين كويس ان السكر عندنا نوعين اول وتاني في سكر النوع الاول البنكرياس بطلعش انسولين خالص على جو الاساس هنا انسولين في سكر النوع التاني اتفقنا ان البنكرياس بطلع انسولين صحيح بس الكمية هي الكافية وبيكون في مقاومة لهذا الانسولين من الخلايا طيب العلاج هنا بيكون حاجات عن طريق الفم ايه بقى اللي يخل الطبيب يكتب انسولين والله كذا سبب ممكن ان التراكمة هنا يكون اكتر من عشرة تمام طيب المفطر اللي هو بعد الاكل بساعتين ده لما يتقاس دايما يكون اكتر من 300 الصايم لما يتقاس كده كل من 6 ساعات ل 8 ساعات صيام يكون اكتر من 150 يكون الطبيب كتب دواء واثنين وثلاثة ومع ذلك برضو السكر مش في الترجل بتاعه فعشان كده ممكن يفكر في موضوع الانسولين او يكون في مشاكل على الكلة من الادوية بتاعة الفم فممكن ساعتها الطبيب يكتب انسولين او لسيدة حامل تمام طيب سؤال بقى بيقرق كل مريض ممكن يتكتب له انسولين هل اذا تكتب انسولين يكون لونج لايف يعني مدى الحياة لا ازغط سكرك ان شاء الله الامور ترجع تاني نلتقى ان شاء الله في الوضعات القادمة لا تنسوا لايك والشير شكرا والسلام عليكم